في طريقك إلى الخشية اذكر الله وانت بين أبنائك وبناتك اذكر الله وكل آن وحين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار آيات لأولي الباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت والله جل وعلا يقول ومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس ومن غلب عليه استماع الفواحش والالتفات إليها والاشتغال بها حرم من نعمة ذكر الله ومن غلب عليه حب الله والرضى بدينه والمسارعة إلى مرضاته غلب عليه أن يذكر الله في كل آن وحين وليعلم كل أحد أن ذكر الله حياة الظمائر وأنس السرائر وأقوى الذخائر قال أصدق القائلين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة المشاهدة الناس مسارat نحن لا نخرج تなんだ